دي أول مقابلة إعلامية ليا من فترة فاسمح لي قبل أن أجيب عن سؤالك أن أنا أوجه تحية واجبة للصمود العظيم لشعبنا في غزة هذا الصمود الأسطوري والبسالة التي نشهدها من مقومتها ضد حرب الإبادة التي يشنها العظيم الصفيون ونواجه تحية للبنان لجنوب المقاتل المقاوم العفي التحية لكل شهيد ولكل جريح ولكل ست في غزة ولكل رجل ولكل طفل لأن هذه هي الملحمة التي نشهدها في زماننا مرحمة لصمود عظيم ومقاومة نأمل أن ربنا يثيب هذه الأمة عن تضحياتها العظيمة وثبتها نصرا مؤذرا بإذن الله وفي هذا المقام لابد أن نوضي التحية إلى الكبار الذين استشهدوا في مواجهة هذه العدو إلى الشهيد القائد المجاهد إسماعيل هنية وإلى سيد المقاومة وسيد شهداء الطريق نحو الأقصى السيد حسن نصر الله وحسن نصر الله مثل ظاهرة استثنائية في قدرته على أن يتجاوز طائفته وأن يتجاوز قطر الصغير لبنان وأن يصبح رمزا عربيا ورمزا إنسانيا للقدرة على التصدي للعدو الصهيوني وهزمته وتحرير جنوب لبنان منه كان سيد المقاومة فضلا عن قيادته لحزب مقاتل أدى دورا عظيما في مواجهة العدو الصهيوني كان قائدا شعبيا جماهيريا تعدى نفوذه وتأثيره نطاق لبنان وامتد حملت الجماهير سورته من المحيط إلى الخليج وهتفت باسمه في عواصم ومدن وطن العربي ثم هذا الرمز الجهادي النضالي العظيم يحيى السنوار الذي ارتقى وهو في حالة اشتباك مباشر مع العدو الصهيوني ودرب نموزجا عظيما لكيف يكون القائد وسط شعبه عندما استشهد ما كانش كما أرجف المرجفون من الصهيوني متدرعا بأسراه أو متحصنا بالأنفاق كان مع كل استشهد كما يستشهد كل غزاوي في بيت بسيط حامل سلاحه بكامل شدته ويقاتل حتى بذراعه وبعصى التقطها هذا العظيم أصبح الآن رمزا إنسانيا وليس فقط رمزا فلسطينيا أو رمزا عربيا عندما نستذكر هؤلاء الشهداء نعرف قيمة أمتنا البعض أحيانا يستهن بينا ويستقل بينا حتى مننا نستهين بنفسنا أنا أقول لكل عربي عليك أن تفخر بعربتك لأن رموز هذه الأمة ليس حكامها العاجزين بل قادتها الشهداء وبقيمتهم تتحدد قيمة هذه الأمة وهي بإذن الله جديرة بالنصر لأنها قادرة على أن تدفع ثمنه من أبسط طفل فيها إلى أعظم قادتها وأبقاه نعم هذا الاعتقاد يتأكد كان تفان الأقصى يوم 7 أكتوبر نصرا عظيما وكل ما يفعله الكيان الصهيوني لأكثر من عام الآن أنه يحاول أن يطمس هذا النصر يحاول يدفعنا ثمن موجع ويحرق قلوبنا على شهدائنا ويبيد الحجر والبشر والشجر لا لشيء إلا لي يقتص من هذا النصر والحياء مش هيقدر يطمسه أو يلغيه ليه؟ لأن طفان الأقصى زلزلة بنية الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني مبني على عقد افتراضي ما بين الزمرة الحاكمة التي تدير هذا الكيان وبين اللي بيستجلبوهم من الأرض كلها عشان يقيموا على أرض فلسطين جوهر هذا العقد هو الأمان إذا جيت أيها اليهودي إلى إسرائيل اللي هي فلسطين فلك أن تنعم بالأمان وأن تعيش يعني تلقى المن والسلوى وتعيش في رغد لا يمسك نصب ولا لغوب اللي حصل يوم 7 أكتوبر في طفان الأقصى إن المقاومة فسخت هذا العقد والدليل عدد الذين هاجروا أو عادوا الحقيقة مش هاجروا الذين عادوا إلى موطنهم الأصلي بعد وفيه تقديرات أنهم يزيدوا على نصف مليون وفيه إحصاءات بتقول أن عدد سكان هذا الكيان الذين فكروا جديا في الرحيل منه قرابة ربع المقيمين فيه وبعد الوصول الآن بصواريخ حزب الله إلى حيفا وإلى أعضاء جولاني في ثقنتهم العسكرية وإلى قسارية حيث يسكن رئيس الوزراء نيتنياهو بالأمس من المؤكد أن عدد الذين يفكرون في أن يتركوا هذا النعيم الذي اكتشفوا أنه جحيم سيتزايد لن يتم التقام هذا الشرخ أو بمعنى أدق الفالق العميق في جولوجيا الكيان الصيوني الذي أحدثه هو زلزال طفان الأقصى لو تأملت قدرة أهلنا في غزة على الصمود وهي أسطورية حراك الضفة الغربية بسالة المقاومة في الجنوب اللي بتمنع خمس ألوية الآن من أنها تتقدم في أي غزو بري وتعجزها عن القيام بمهمتها وتأملت أن احنا قدمنا هؤلاء الشهداء العظام هتدرك أن ده بداية الطريق لتحرير فلسطين طفان الأقصى أنا مؤمن بأنه بداية طريق التحرير لكن لأن التحرير غالي جدا فإحنا كمان دفعنا مهر غالي جدا لكن ما دمنا قدرين على أن احنا نثبت ونواصل فبإذن الله سيكون هذا هو الطريق إلى ما يتمناه كل عربي وكل صاحب ضمير يعني ده صوت جاهز وموجود في تاريخنا العربية كله أنا عاوز أفكرك في تاريخنا في مصر لما جاءت بريطانيا العظمى وفرنسا يعني دولتان استعماريتان امبراطوريتان كبيرتان ومعاهم العدو الصيوني سنة ستة وخمسين كان رأيي مش بس الجمهور كان رأيي جزء مهم من اللي بيحكمه مصر من أصدقاء جمال عبد الناصر والشركاء وفي الحكم أن أحسن حاجة نعملها أنه يسلم السلطة ويستقيل طبعا عدوان ستة وخمسين كان هدفه أنه يسقط نظام عبد الناصر باعتباره نظام معادي للاستعمار ومعادي لوجود الصحين وكان ممكن لأي عائل أنه هو يعني يبرر يعني هذا الرأي بما يسمى دائما توازن القوى يعني مصر تروح فين عيني قدام هذا العدوان السلاسي اللي فيه بريطانيا اللي يدوب يعني تحررنا منها بعد سبعين سنة احتلال ومع إسرائيل والعضو الصهيوني واللي حصل لنا عبد الناصر طلع منبر الأزهر وألسنه قاتل وقاتل وقاتل معه شعبه هذه الأصفات تقول ده دمره برسعيد وقتلوها لكن الذي ثبت في نهاية المطاف أن الذي صمت دفاعا عن أرضه وعرضه وكرمته ومصالحه الوطنية وأمنه القومي حتى لو قدم تضحيات هو أنتصر السودة سمعناه يعني وقت ما الشعب مش عبد الناصر رفض هزيمة 67 عبد الناصر استقال لكن اللي طوع قال هنحارب كان الملايين اللي خرجت من الشارع الشعب المصري مدن القناة تهجرت كلها كلها لكن حرب الاستنزاف بدأت من هذه اللحظة إذا كنا نفاخر الآن بأن الأمة دي قدرة أن تقدم الصف الأول من قادة المقاومة شهداء إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله وياحيى صنوار فالأمة دي نفسها قدمت في حرب الاستنزاف رئيس أركان الجيش المصري الشهيد العظيم الفريق عبد النعم رياض لنا سابقة كنا نلام أيضا على إن إسرائيل قادرة تصل وتضرب مدرسة بحر البقر ومصنع أبو الزعب وتهاجم العمق المصري أنا تلميذ في المدرسة السنوية في بلطيم رأيت الأول مرة رأي العين ما كنت أراه في التلفزيون والسينما طائرات تسقط منها القنابل على بلطيم على محطة الرادار اللي كانت مجاورة لمدرستنا وكل أهالي بلطيم البصاد دمت خرجوا عشان يحملوا أشلاء الشهداء ويعالجوا الجرحة البعض لامنا وقال احنا غلط لكن انتصارنا أو جعناهم في حرب الألف يوم أطول حرب في تاريخ الصلاة العرب الصيوني اللي هي حرب الاستنزاف وكانت مقدمة لانتصارنا عليهم في الحربنا العظيمة في 73 لو كنا سمعنا هذه الأصوات ما كناش لا رفضنا الهزيمة في 67 ولا أوجعناهم في حرب الاستنزاف ولا انتصارنا عليهم في 73 ده صوت دائم أنا أعتبر هذا الصوت هو صوت الصهينة بلغة عربية صوت أمريكا بلغة عربية صوت الداعين لسلام المزلة والذين لا يريدون أن يقدموا ما يجب من تضحية عشان يحفظوا كرامتهم ويصونوا حقوقهم والصوت ده موجود بالمناسبة في كل العالم في كل المجتمعات ليس خاصا بنا كعرب في كل مجابهة تاريخية هتجد دائما بعد المهانين المستزلين المستضعفين فاقد النخوة الذين يفضلون الاستسلام والسلام الزليلة على كرامة المجابهة التي تنتهي بالنصر المستحق رأيي الأكيد أن المواجهة ما بيننا وما بين العدو الصيوني وهي مواجهة طويلة أحد شروط الانتصار فيها إعادة تشكيل هذه المنطقة من العالم وفي قلبها الوطن العربي بحيث نسترد علاقة قوية وطيضة قائمة على التعاون وتبادل المصالح وحفظ الأمن المشترك ما بين أمتنا العربية والجارتين التاريخيتين إيران وتركيا كل خطوة لتصويب ما ترأ على هذه العلاقة من خلل أنا في صفه زيارة وزيرة الخارجية الإيراني لمصر خطوة صواب توطيد العلاقة بإيران خطوة في الاتجاه الصحيح توطيد العلاقة بتركيا خطوة في الاتجاه الصحيح هذا المسلس العربي التركي الإيراني لابد أن يلتائم لأن كل أضلاعه ما بتنفك العضو السهيوني بيتقدم وكل ما بتتماسك أضلاعه يكون فيه أمل أننا نرد المشروع السهيوني طبعا إيران لعبة دور مهم لأن من تأملك في التاريخ وقت ما مصر اللي هي قائد أمتها العربية بامتياز وهذا حقها وواجبها معا يوم ما مصر بقرار حاكمها مش بقرار شعبها تخلت عن دورها وتنكرت لقدرها ووقعت التفايد كان بديفيد كان في 79 إن شاء الله أن تقوم الثورة في إيران فالفراغ الذي تركته مصر بتخليها عن دورها لم يجد من يملأه إلا الثورة الإسلامية في إيران اللي في أول يوم جابت سفارة الصهينة تردن وأدخلت الفلسطينيين عشان يأخذوا هذه السفارة إحنا إذن ومن يوم ما إيران بتلعب دور مهم وهي دعمت دعما مباشرا ماديا وعسكريا وإعلاميا وسياسيا كل المقاومة في كل بقعة عربية من حزب الله إلى حماس إلى المقاومة في اليمن والعراق وهذا دور لا بد أن نحيي إيران عليه ونذكره لها لأن هي استطاعت أن تملأ الفراغ عندما تخلت مصر عن هذا الدور بقيت كامبي ديفيد طبعا إحنا بينا وما بين إيران علاقة حسنة لكن بينا وبينها أيضا منافسة لأن كل من كمش المشروع العربي تقدم المشروع الإيراني وحزم ساحات على حساب المشروع العربي وهذا يخلق مشكلات حقيقية لابد من التنبه لها إنما إيران بكل ما ينبغي أن نختلف معها عليه وأنا من الذين أنتقدوا ولازالوا دور إيران الذي أستنكره في العراق بينما لها دور في سوريا أشكره وأحييه ولا دور مع المقاومة أشكره وأحييه إمتى تنعدل الحالة الميلة دي أو هذا الميزان لما مصر وهي قائد الأمة دي تسترد دورها كل خطوة في سبيل علاقة وطيدة بين مصر وإيران ومصر وتركيا هي خطوة في الاتجاه الاستراتيجي الصحيح لضبط ميزان هذه المنطقة في الاتجاه لحق مصالح الأمة العربية وأيضا جيرانا التاريخيين في إيران وفي تركيا يعني انتقاد الأسد على في المسألة الديمقراطية أنا أتفهمه وأوافق عليه وأشارك فيه أنا لم أذهب إلى سوريا لأقول للرئيس بشار الأسد أنه هو ديمقراطي أنا ذهبت إلى سوريا لأشد على يد الرئيس الأسد لأنه لازال يقول لا للتطبيع ولا للصهينة ولا لا الاستعمار والهيمنة الأمريكية وهو جزء أصيل في محور المقاومة وحتى الآن هو جزء أصيل في محور المقاومة ولو لم يستخدم قوات ويوجه أسلحة لأن سوريا انهتت عبر عشر سنوات من العدوان الأمريكي الصهيوني الذي شارك فيه غولات التطرف الديني وبتمويل للأسف عربي من الذين يمشون في خط التطبيع أنا لا ألوم على سوريا في هذه اللحظة بعد سمودها لمدة عشر سنوات لكن سوريا أطلقت سلاحا أم لم تطلق هي جزء في محور المقاومة وهي مقر وممر لكل دعم لوجستيا يأتي لمحور المقاومة فسوريا الآن تحتاج أن نقويها وخصوصا أن الحرب على سوريا لم تكن حربا على سلطة كانت حرب على وحدة سوريا ووحدة سوريا أمر لا بد أن يحافظ عليه كل عربي وعلى عروبة سوريا وعروبة سوريا أمر لا بد أن يحافظ عليه أي عربي وعلى ممانعة سوريا وممانعة سوريا أمر لا بد أن يحافظ عليه كل عربي مقاوم ومن هنا نحن في المؤتمر القومي ندعم سوريا ووحدتها أرضا وشعبا وسلطة ونريد لها أن تتعافى من أثار الجراح التي أذخنت بها لمدة عشر سنوات ونعلم أن سوريا ستبقى عربية ممانعة مقاومة وده هو موقعها اليوم لا يوجد في أحزاب الحركة المدنية من يطبع أو يدعو إلى التطبيع أكثر من ترجمة نانسي قنقر